هو بالفعل فان نظام بلحد هو عشان منزولة مهنة مناج السهرات او سايد دي بيتم التصريح من الحي بناء عليها بتصدر له زي اي بيعلقه على صدره من مباحث المرور بعد اخذ بياناته الكاملة ومعروف المكان اللي هو بيقصص له وبيقف فيه وما يشبه زلك وكل الكلام ده من ثمان والكلام ده هو ده قانوني ما خلاف زلك اللي مش معلق بيقصة بالاسم خارجة من الحي دوت غير قانوني وغير رسمي واحنا خصصنا خطوط للابلاغ وطبعا احنا كنا عملنا حملة الاسبوع اللي فات مباحث المرور التي عملت حملة نتج عنها ببط حوالي سبعين او خمسة وسبعين مزولة مهنة بدون ترقيص مزولة مهنة منادي بدون ترقيص على كافة محاور القاهرة اه الرقم ده مئة ستة وتلاتين من الاربي احنا قصصنا فيه خط شكاوى خاص بالمناديين ايضا زي رو حداشر اربع خمسات اربع اربعات اه داية الخطوط عندنا في الادارة عامة المرورة هلا بتتلقى الشكاوى الخاصة بمزولة اه مهنة المنادي بدون ترخيص او الشكاوى اللي احنا بنقابلها من من هذه النوعية من المناديين اللي هو بيقولك بسلا انها هنحاقص بتلاتين واربعين والعقام اللي احنا الشكاوى اللي جاتنا بيها هنحاول لها لك اه احنا ج اه لنا كم بلاغات غير عادي الاسبوع اللي فات نساعد نساعد عامة الخط ده ما يخرج من ربعمية بلاغ مثلا اه او اختراب دا من الرقم ده خلال اسبوع بس في مناطق معينة داخل القاهرة اه انه بيتم المساولة المهنة دية بدون ترخيص وبالساعد اختارنا مدحس الادارة عامة لمرور القاهرة اه ونزلت بالساعدة حوالي سبعين او خمسة وسبعين اه وكم حالتهم للنيابة ده حل المخاضر وحالتهم للنيابة هيا بنشكر حالتك شكرا جزيلا للمقدم عماد حماد رئيس غرفة العمليات بالادارة العامة لمرور القاهرة على افادة حضرتك وفي نفس الوقت برضو على تطبيق القانون ويعني القانون زي كده مهم جدا يا احمد عشان الاستغلال اللي بيتم في شوارع كتير ومصر